ترجمة نانسي قنقر 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 أه؟ يعني متظاهر لا لا أنا ما بتظاهر أنا بذبط المظاهرة آه يعني إذا كان رح مصلك دمك أعك أنا أستاذ مدرسة إذا حاولت تتقرب مني طالباتي وطلابي لن يسكتوا أبدا 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 رح يسكتوا غفبا عن راثن لأنه مناهج التدريس وكتاب القومية يمجد بطولاتي وبطولات والدي لذلك رح مصلك دمك آه لا 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 ما شبعت أبدا ما شبعت أريد دماء جديدة انت باي باي انتي تنثيقيات لا أنا متظاهرة متظاهرة إلا كان ثوف أمس لك دمك لأ دير بالك أنا أم وولادي ما هيفكتواI أبداً أبداً راح يذكتوا راح يذكتوا إجباري لأن إحنا ماشيين بقاعدة أبي الخالد الميت جوّع جوّع حط تضوّع يعني أولادك من الجوع ما راح يلحقوا يسألوا عنك غمض عيونك موسيقى لم أشبع بعد أريد دماء أخرى أريد دماء أخرى جاعتني فكرة يا شبيح يا شبيح حضر سيدي سوف أمف لك دمك لأني لذلت جائع بس يا سيدي نحنا نحنا منكم فيكم يا سيدي يعني أنت إذا ما قصيت لي دمي الكتيبة تبعي ما راح تذكت أبداً يا سيدي راح تذكت بالصر ماية لأن والدي الخالد الميت قد جعلكم لنا لذلك سأمص دمك ودم الكتيبة كلها بس يا سيدي لا لا يا سيدي يعني أنت بتعفى أنا ودي دافع عني بس يا سيدي بس يا سيدي بس يا سيدي لا 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 يا سيدي هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فرض السورية حرية! الشعب يريد اسقاط النظام السلمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر